اشتركوا في القناة معدل الرطب مستقر نحو 27 درجة مئوية اما بالنسبة لمعدل الضغط الجوي فهو مستقر نحو 990 ميلي بار اما بالنسبة الاخبار اليوم فهي كالتالي فحتى هذه السنة عملت برية تورينو الملقبة بالميدارية الدهبية للقيمة العسكرية على برنامج غني من المبادرات للاحتفال بالذكر ال66 لتحرير ايطاليا من الاستعمار النازي والتي تحيى كل سنة يوم 25 ابريل فيمكنكم وجود كل المعلومات حول هذا الحدث بالبيان الصحفي المخصص وكذلك بموقع المزايد فوزو دالا ريزيستانزا هذا وستختم الاحتفالات بعرض موسيقي بميدان سان كارلو بسداء من الساعة التالية بعد الزوال بمشاركة ما يناهز عشرون فنانا هذا وبينما سينطلق الطواف التقليدي اليوم الخميس مع الساعة الثامنة والنصف مساء من بياتسا رفال أربرال قاسدا بياتسا سان كارلو إن كنت تفكر في عطلة قصيرة في أيام عيد الفيس بإحدى العواصم الأوروبية زور صفحات موقع انفورمات جوفاني فيمكنك وجود عديد من المعلومات السياحية حول وسائل النقل المطارات والرحلات الجوية لوكوست إلى باريس برلين برشارونا والعديد من المدن الشهيرة الأخرى يمكن للعائلات التي تنوي قضاء العطلة الصيفية بالمدينة تسجيل أطفالهم المتراوحة أمارهم ما بين السادسة والحادية عشر سنة الذين يتابعون المدارس البتلائية ضمن دورة 2011 لصيف الأطفال والمعروف بإستاترقاتسي حيث آخر أجل التسجيل هو 13 مايو القادم هذا وتمول هذه المبادرة من طرف بلدية تورينو ومؤسسة سان باولو وتجدون اللائحة الكاملة للمراكز المخصصة لهذا الغرض على موقع البلدية تمنح بطاقة تورينوزا إمكانية زيارة كل المتاحف البيومون بالمجان وكذلك لقامة الملكية والحصون والعروض المرتقبة ضمن برنامج الاحتفالات الرسمية بالذكرى 150 لتوحيد إيطاليا والتي ستعقض بأوراش الإصلاحات الكبرى المعروفة بأوجيارة وكذلك بقصر بنارية الملكي تمن هذه البطاقة للعموم يناهز الأربعين يورو لكن مكتب بإنفورمات جوباني يمنحكم فرصة الفوز بأربعة بطاقات بالمجان فعل الحصول على واحدة من هنا يكفي الدخول إلى موقع المكتب اليوم الخميس 21 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال والإجابة على بعض الأسئلة البسيطة للغاية للمزيد المعلومات زوروا الموقع وأخيرا لقد تم الإعلان بموقع آدم الشباب عن اللائحة الكاملة للمقبولين وغير المقبولين للمشاركة في القرعة للحصول على الشيطة البلدية للكراء بأتمينة رمزية والتي تدخل في نتاق بروتجتو كازا الموجه لشباب تورينو المتراوحة أمارما بين الثامنية عشر وثلاثون سنة وستجرى عملية القرع عموما يوم السبت 30 أبريل الجاري ابتداء من الساعة الثالثة زوالا بقاعة المؤتمرات بمعرض الفنون العصرية ببيا مجانتة 31 والمعروف بقللرية دارت مديرنا القام لقد كانت هذه آخر أخبار اليوم دمتم في رأس الله والسلام عليكم شكرا